طائرة المنتخب مش تساعة تبني الصبح يعني اتأخرت مثلا مش ساعة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة اتأخرت ست سبعة ساعة وانا الحقيقة هنا عندي اعتراض كبير جدا على اللي حصل لانه اذا كان هناك اتفاق يا كابتن ايمن ما بين اتنين مسؤولين سواء في النادي الاهلي او في المنتخب الوطن النادي الاهلي في اتفاقاته دائما ما يحافظ ودينا شوفنا النادي الاهلي كان اكثر المتضررين بوجود لعبته في المنتخب او تضارب المواعيد خلي طلع المنتخب بره عشان ما يقولكش مش عارف ايه لكن في تضارب المواعيد ده النادي الاهلي كان ايه اكثر المتضررين مزبوط مزبوط طيب طيب ايه سبب تأخير طائرة المنتخب لا امعرفش ما فيش ما عنديش فكرة دي بقى يعني انا معلوماتي جايبها من الجانب الاغ من اهلي ما كانش تلناوي خد الطائرة و كان اه احنا قلنا حاجة صحية الناس دي زي يقول عايزة تعمل لك مشكلة وخلاص او اللهي فانا الحقيقة حتى انا استغربت وهنا زي ما انا بقول لحضرتك انا عندي علامة استفاهم كبيرة جدا هو جماعة يعني النادي الاهلي بيمثل مصر والله العظيم تلاتة اقسم بالله بيمثل مصر وحياة ربنا يعني ايه يعني اذا كان هناك اتفاق ملزم او اتفاق ما بين مسؤول هنا ومسؤول هنا كان يجب ان يتم تنفيذه النادي الاهلي خد كل اتفاقاته على محمل الجد هل المسؤولين في اتحاد كرة القادم مثلا المسؤولين في ادارة المنتخب مش عارفين ان احنا عندنا مباراة مهمة جدا بكرة فكان يجب ان يتم الاتفاقات اللي تمت تحصل ما كانش حصل الموضوع ده كله يا كابتر امي وكان الموضوع خلص كان الفرق حيب اربع خمس ساعات بس مش قصة كبيرة يعني مزبوط فالحقيقة كنت اتمنى ان ده يحصل ولكن في النهاية خلاص احنا امام امر واقع وصله وصله السلامة بنيا تمام الامور كويسة والامر في ايد مستر مستر مستماني دلوقتي نعم والامر في ايد مستر مستماني بقى موضوع في ايد مستماني بس وفكرة ماتش صعبة كابتر اسلام هواي هواي همم مش ناسين اللي حصل السنة اللي فات لا مش ناسين ولما حنشوف المؤتمر احنا عندنا المؤتمر الصحفي لفريق بالميراس وعندنا المؤتمر الصحفي للنادي احنا نتكلم هنجيبهم لحضراتكم ونتفرج عليهم ولكن الكلام اللي تقال في المؤتمر الصحفي واضح جدا ان هم مركزين واضح جدا ان هم بيحاولوا يبصوا او بصوا على النادي الاهلي بكل الطرق وبكل الاساليب علشان هو مش عايز يتغلب من النادي الاهلي مرة تاني صحيح